اهلا بحضراتكم من جديد ايذن الله عشرين تاتا وعشرين طبعا المنتخب اتجمع بقيادة طبعا المدير الفني باروندو ودايما بيحب يعمله معسكرات اليد في الغرداء منتخب بيروح الغرداء بيعزل خالص وبيتم عزل اللعيبة بشكل تام وبيبقى فيه التركيز عالي مستر باروندو المدير الفني استدعى 11 لاعب من النادي الاهلي الاشتراك في معسكر المنتخب استعدادا لبطولة العالم المعسكر هيكون في الفترة من وهي انتهي هيستمر الغات يوم 15 ديسمبر يعني هو شغال من دلوقتي هيستمر الغات 15 ديسمبر طيب طبعا دي نجمنا ابراهيم طبعا من تدريبات منتخب مصر ابراهيم المصري خلينا اقول لكم اللعيبة اللي تم استدعاها للمشاركة في المنتخب محسر رمضان عبد الرحمن فصل ابراهيم المصري أحمد عادل عبد الرحمن طه عبد الرحمن حميد مهاب سعيد عمر خالد كستلو عمر سامي اسلام راضي محمود عبد العزيز جده طبعا اسلام راضي من اللعيبة اللي لسه شباب وده اشتراق اشتراق او يعني مشاركته مع منتخب مصر حاجة جيدة عندك مهاب سعيد ايضا من لعيبة الزغيرين الاتنين حراس مرمى مشاركين المدافع يعني انت بتتكلم على مجموعة من الشباب الزغيرين المشتركين مع منتخب مصر فدي حاجة جيدة جد زي ما قلت لحضراتكم منتخب اتخلص معسكر يوم 15 ومنتخبنا هيدخل في المعسكر في المركز الولمبي من يوم 17 عشان مطشين مع منتخب قطر هيبقوا يوم 20 و22 بإذن الله هيخش تاني مطشين في المركز الولمبي زي ما قلت لحضراتكم وهيبقى من المطشين وديين يوم 22 مع منتخب قطر الشقيق وبدأ من يوم 23 هيدا المحترفين يوصلوا واحد ورد تاني طبعا احنا في خبر ازعجنا او زعاننا كتير ان يحي خالد يعني لاعب منتخب مصر المحترف في المجر اصيب بتمزق في الروباط الصليب الحقيقة انا يعني اللي تابع المباراة او تابع يعني الاصابة في الاول احنا قلنا رباط صليب ولكن طلع دكتور الفريق ويعني وطم الناس وقال ده مزق في الروباط الصليب الحقيقة يعني انا بحكم خبرتي يعني في الملاعب كتير يعني مزق في الروباط الصليب دي يعني يعني مش قوي وبيبالغول دلوقتي انه تأكدوا انه قطع بس كده خلاص لان هو الحقيقة انا الروباط الصليب هيتقطع ما تقطعاش ما فيش حاسمها مزق الحقيقة فخلاص هو تم تأكيده وبيبلغوني دلوقتي لأنها الحقيقة انبارح قريت موضوع على أحد الوقتالات الأنباء إنه مزق ولكن بالقطع في رباط الصليبي أو حتى لو كان مزق يعني زي ما كان يقال يعني هو كده تأكد غيابه عن كأس العلي وطبعا نتمنى له كل الشفاء ألف ملون سلام عليك يا حين تلعب مصري قديت أداء كويس جدا في أوروبا ويعني خير سفير لمصر والمصريين متمنى لك كل الشفاء إن شاء الله ترجع أحسن من الأول والصليبي دلوقتي ما بقاش حاجة تخط زي زمان يعني أربع خمس ست شهور بالكتير يعني يمكن أخيرة ثورية محمد في الباسكت بول شفت ومشاء الله رجعت أحسن من الأول فإذن يعني بإذن الله يرجع أحسن من الأول وإن شاء الله الموجودين هيسدوا بإذن الله ويسدوا غياب يحيا يحيا طبعا لعب كبير ولكن إن شاء الله منتخب مصر ولاد ويقدر يعني الموجودين يسدوا وزي ما قلت حضراتكم البطولة اللي جاية تبقى البطولة رقم 28 بطولة العالم رقم 28 واللي هتبتدي من يوم 11 ولا حغاية 29 هناير إن شاء الله وهتتنظم في بلدين السويد وبولندا وكان آخر نسخة النسخة 27 اللي كانت موجودة في مصر واللي استضافتها طبعا أو نهاياتها كانت في صلاة واحد باستدق القاهرة كانت آخر نسخة ننظمها بلد واحد وكانت مصر وبعد كده كل اللي جاي بعد كده هينظمه بلدين زي كأس العالم من كورت القدم أيضا السنة جاية هيكون بتنظمه تلت دول كأس العالم اللي جاي لكورت القدم تلت دول أمريكا وكندا والمكسيك فإذا فكرة إن نتنظم دولة واحدة بطولات العالم أو كوس العالم الحقيقة ببقيتش فكرة يعني تلقى رواج لأن ليه لا ما تتنظم جنب بلدين قريبين وبالطيران ساعة أو ساعة ونص نص ساعة بتبقى هنا أو هناك زي كأس العالم اللي بيشتغل دولة في قطر ناس كتير عادة في دبي وناس كتير عادة في الرياض بالطيران بتروح تحضر المطش وترجع تاني إذن نتمنى كل التوفيق لمنتخب كورة اليد ويشرفونا كالعادة ونتمنى مدليا بقى في بطولة العالم احنا طبعا إنجاز كبير عملناه في الولمبيات ولكن عشمانين أكتر عايزين مدليا وعايزين دهب للا للا ما نحلمش اشتركوا في القناة